أهلاً أهلاً بالعيد مرحب مرحب بالعيد أهلاً أهلاً كل سنة وأنتو سلمين وحلوين وطيبين وبتحب الدنيا وبتحبكم كل عام وأنتو بألف خير مشاهدي قناة المحور وكل عام وكل الأم الإسلامية والعربية بألف ألف خير يعني إحنا خلاص رح نودع رمضان شهري الخير والمحبة وللأسف رح يكون آخر حلقة كمان من برنامجنا في طارق عندنا بس أنتو أكيد هيك مكانكم بالقلب وإن شاء الله يا ربي نعاد عليكم مع كل أحبابكم بالصحة والعافية تحية كتير كبيرة مني أنا رند العالمي وأكيد من الشاف وعملي حلمي إزايك وأحنا الناس في العالم وكل سنة ونطيبين ورمضان خلص وكان فعلاً كريم والعيد جاء وهنعيد وهنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل مني العيد حاجات مبتقرة جداً بناكلها في العيد بس بطريقة مختلفة زي ما أنتو تعودتوا معاك وتلاتين حلقة كنت بعمل حاجات بحاول إنها تعجبكم والحمد لله روز الأفعال كانت على السوشال ميديا حلوة جداً كان يبقات لي حاجات لذيذة جداً ومستني رأيكم طبعاً في الحلقة دي بالذات لإني بعمل حاجات مختلفة جداً بالرنجا والفسيخ وكمان بإيه؟ عصير كده منهج مانجا مانجا أحب المانجا أنا كتير أحب المانجا أنا أعملك النهاردة كل حاجات أنت تحبي أنا أعرفت أنت تحب الفسيخ وبتحب الرنجا وبتحب المانجا فهعمل إيه النهاردة؟ رنجا ومنجا رنجا ومنجا الزبط هعمل فسيخ ترتار يعني الكلام ده يعني فسيخ متقطع صغير جداً في العموم المطابق العالمية بيعملوا الترتار من اللحمة النية أو السمك الني فأنا الفسيخ يعتبر ني فهنا أعمله بطريقة مختلفة ورصة حلوة جداً كمان هعمل البوكي بول الرنجا أو طبق في رز ما أعملها بطريقة اليابانية المصرية وفوقيه رنجا وخضار كتير جداً وبطارخ وكمان عصير المانجولاسي المانجا المتلجة مع اللبن عشان ترتب بعد اللي بيحصل طبعاً يعني هو معروف كمان أكيد أنه برمضان الواحد ما بيأكل سيخ ورنجا لأنها بتعطش قوي قوي وبالعادي بناكلها بشم النسيم وهنا مرة ما قادرنا ناكلها عشان كان برمضان فأنا كثير متحمسة على المانية بسأسألك سؤال هاي هي أكلة العيد بمصر؟ بالضبط إحنا في العيد بناكل رنجا وفسيخ في العيد الصغير اللي هو ده ماشي بناكل رنجا وفسيخ وكمان بناكل كشري محلات الكشري والسمك عموماً هادف الكشري تبقى أفلة طول رمضان هم بقى بيجددوا وينظفوا ويعملوا وهم بيأخذوا الوقت ده فرصة يعملوا رنوغيشن يعني للمطعم ولما بيفتحوا بقى احنا بيكونوا حاشنا كشري وحاشنا الحاجات البسيطة السريعة النباتية اللي احنا متعودين عليها بموت على الكشري وكتير حزنت أنه هذا الشهر ما أكلت كشري بس إن شاء الله إن شاء الله هايب معكم هايب الكشري وفسيخ ورنجا وكل حاجة بتعطش بالدنيا وظن يأشرب ماء 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 يعني صراحة أجواء العيد كثير حلوة والواحد عن جد احنا في عنا مثل بيالأردن بيحكوا فراء عيد فراء رمضان عيد أنه قدمه الواحد عن جد بيكون تعبان تعبان فبالآخر بيأتي عيد وهذا طبعا شيء بطيب الخاطر بالضبطيب الخاطر وأنه بالعكس بتحس كل تعبك عن جد كان حلو طبعا أنت ربنا للتعب دا كله السوائن طبعا طبعا فكتير مبسوطة بس بذكرني دائما العيد بطفولتي يعني بتمنى أني أرجع حوالي كثير واربعين سنة لأولا بس عشان ألعب بالعيد زي ما كنا نلعب زمان يعني في أغاني معين ارتبطة عمر بالعيد يعني إحنا عنا بعرف إذا أنتوا عندكم إياها أغنية اسمها إيجا العيد ومن عيد ندبح بقرة السيد والسيد ما لو بقرة ندبح بنته الشقرة والشقرة ما إلها دم ندبح بنته بنت العم بدبح بدبح إيجا 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 يحصل ده حتى مش عيد الأضحى ده عيد الفطر ده كحك ورنجة وفسيخ وكده ليه ندبح شقرة وخمرة وصود هيك هاي الأغنية عن جد من أحلى الأغاني بالنسبة لإلي وكثير فيك ذكريات وطفولة هيك بطفولتي بأيام العيد تحديدة والعيديات هلأ رح نبرم طبعا أكتر وأكتر بس إيش فيه أغنية هيك مرتبطة بالعيد أنا عندنا التلفزيون أول ما العيد يجي يا ليلة العيد آنيستينا أنت بتغني في ودني يا ياسمينة غني إزاي وانا بغني دلوقتي طيب إزاي تعملي فيها كده وانا بغني مبسوط حطلها ميك طيب يا جماعة غنّت إيش الأغنية الغنّتها يا ياسمينة في اللي هي ما خلاص ما ضيعتلي اللي أنا كنت بعمله أهلاً للعيد مرحب مرحب بالعيد يه 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 في أهلاً بالعيد طبعاً وفي ليلة العيد وفي إي تاني إيش كمان الليلة حلوة الليلة عيد كلّي جاي فرحاً سعيد لا دي أغنية عادية أعتقد ما لهاش هلقب العيد لا ما يعيد بعيد ممكن يبقى عيد ميلاد يا الله عامر لازم يكسفني يعني حولت خلال هالأيام اللي مرأت خلال كل شهر درمضان المبارك أصير أنني أصحاب وبيضل يقولي أختي أخته الكبير لأ ما إحنا خلاص إحنا قولنا إحنا في الحلقة دي إحنا يعني هنفسخ الصداقة دي خلاص على العيد أنا قررت أقول آه عشان ما يعيدني عشان ما يعطيني فلوس العيد لا 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 أنا مسامحتك هقضي البلوس بعدين بنفسخ طب بالله بص شفتوا سوء إزان أنا قلت النهاردة هروح بعد الحلقة أجيب لها هدية عشان كنا كل يوم بنصور مفيش وقت وأجيلها على القوتيل بتاعها عشان يجيب لها الهدية بس بعد الهدية بعت لها كارت مش عايش شوفك تاني أنا أصلاً عام لعلك بلط على السوشال ميديو والحياة بيقولها والريدي الحيطي أحنا قلنا بعد ربضان بعد ما أخذ الهدية طب إحنا كل ده هزار إنسا عند قلبك العمير عمير 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 كل سنة وإنت وعيلتك وكل أحبابك سلمين وإنتي حبيبك في حضنك كلهم وكل الناس حبيبهم يفضلوا في حضنهم ومبسوطين مع بعضهم دفين بعض زيدين ومش نقصين أخذت بالك أدام بذكر موضوع الأحضان ده بيجين ومش نقصين تستعملوا هذا المصطلح؟ أه بس أنتو دبحتوا من شوية الباية لا موها مش مشكلة بين قص وبدان بزيدو من الجهات تعني يا خلال سمار بقها عادي عادي طيب يلا أحكيني يا عمر طيب تعالوا نقول بس عشان الناس أنا قلت في الأول عصير مانجا باللبن وبعد الفسيخ هيقولوا سمك لبن طمرهندي هو لبن جوز هند لبن نباتي مش مفهوش لبن حيواني فهو عادي يدخل عادي مع الفسيخ مفيش مشكلة فتعالوا لكم مكونات الفسيخ طرطار فسيخ طبعاً لمون فيلي الفلي اللي هو متقطع بالمنظر ده بنقشر اللمونة بعد كده بناخد كل حتة لوحدها هوري كل موضوع وبصل أخضر بنجر مسلوق متقطع شرايح جذر مبشور ميد بصل جرجير صغير عصير لمون حمص حب مسلوق شبت شرايح فجل أحمر زيت درة وعيش بلدي محمص للتقديم وتحينة للتقديم أوكي أنا موافقة تعالي نبدل يلا نبدل حافظ رأستنا لا لا خلص ما أنا لابس اليوم لا لازم لابده بدا هيبقى أحلى هي لازم هيك هيك زي زي وإحنا وصغرات هي بس أنت سعب تعملها هي 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 يلا أنا جيت هنا هو عشان نبدأ في الجريمة اللي أنا هعملها دي هو أي حاجة تخص الفسيخ بتقلب جريمة أوكي لأنه لازم نلبس بقى جونتيات عشان إيه؟ هيبقى فيه أكله حاجات تانية ما تقدر قدي زاكي هم بموت في الفسيخ بموت في الفسيخ أنا كمان صراحة وماما بتعمله نقلي إحنا قلي عادي بس بتعمل تاجن هاتين كلهم كلهم؟ أه وهاتي المناديل هنقل المطبخ هنا طبي مش أنت لو ضلتك محلك وأنا زلت لك الأغراض أسهل يعني عشان ما تعمليهاش جميلة كده كده تعملي لي بلوك النهاردة أصح سحنا سيت يال شفتوا اللي لا يكن أصلاً أمار ما بعرف يطفق طبعاً كلمة كل حلقة أو أنت عارفين أن هي ملهاش في أي بطيخ بطيخ لا أولا بحب البطيخ ما نفيد ليكي في البطيخ يعني؟ ليكي في البطيخ ليكي في البطيخ ليكي في البطيخ يعني يعني ملهاش في البطيخ يعني ما تفهمش في حاجة في الطبخ أنت اللي ملكش في البطيخ والشمام والمنجة والأنناس كانت رادية في الأول ما كنتش فاهمة شفتوا كيف بضحك علي شفتوا كيف بضحك علي بس مش مشكلة هعمل لك بلوك هعمل لك مش مشكلة أنا أخرج من الصدي أعمل بلوك بسرعة يلا هحط شوية ميت بصل مش كتير أعتبل بها الفسيخ وكمان نقطة شبط صغيرين وعصرة لامون ماشي كده تقبلنا الترتار بس مش عايزين نخليه من مي مي قوي ماشي وهاخده هنا أه وهاخده أصفيه وأحطه في البيز بتاعنا بتاع القالب أنا جايب قالب عشان أقدمه على طريقة الترتار ماشي فهصفي الفسيخ كده هو طب سؤال أنتو ما بتقلوا الفسيخ قبل؟ لا ما بنقليش حاجة الفسيخ بيتاكل كده آه لا إحنا بنقليه بجد بتقلوه ازاي قوليلي طريقة بتاعتك بتاعت الفسيخ آه بجد آه أنا شفت حد قبل كده كان بيعمل الموضوع ده فاكر أني شفت فيديو اللي الفسيخ بتاعكه بتقلوه بزيت زتون صح؟ آآ آآ افتكرت بزيت طريقة فلسطينية ولا أردنية والله ما بعرف شوف سبحان الله الوحدة أو يعني إحنا بشكر عام إيش الأهل بيأكل وبصير تاكل صح فبعرفش هاي زي ماما بتحطي على الربصارة الملوخية آآ آآ إحنا ماما أنا وإنتي مش هنفوت على الأردن تاني بسبب ماما آآ وإنت قاعداك عم تقسى علي يا عمرو آآ اشتغلت بقى لإيه الفانربل وإيه هطاقتش هتعليكو دلوعدي عم بيتهرب عشان ما يعطيني العادية بترضوها بترضوها أنا أخته الكبير يمفروض يعيدني ماشي لا والله مش هتهرب طيب يا الله ما أفعل هايكو طيب بترضوها هايكو أيوة بنعمل طبقة تحت من الترتار وبنكبس عليه بس شوية عشان يمسك نفسه كده جوه القالب أوكي مش عايزة أكتر عشان برضو لسه فيه للوش شوية أوكي وبعدين هبتدي أرص بقى الخضار ماشي أوكي ممكن أحط بنجر كده هون أوكي طبعا مسلوق البنجر البنجر مسلوق أكيد أوكي ماشي بحب البنجر أنا أنا بموت في البنجر تعرف أنه كتير مفيد للشعر؟ بجد؟ أه ما بعرف كان دكتوري لما تعالجت لخفافان شعري أو لشعري الخفيف كان يقولي جيبي بنجر وصل إيها واخدي ميتها مع تفاحة حمرة برضو أعصرها وأشربها يمكن فيه في اللون الأحمر ده حاجة تخص الشعر أو تأخذ بتقوي الشعر فيه الدم طبع البقرة اللي منتبحها بالعلي هاي كمان أنت بتفكريني ليه ما أنا كنت تنسيت؟ أنا بدي أتبحك أنا وأخلاص منك يا عبد أنا كنت تنسيت أوكي ليه يا رندي حبيبتي؟ ليه؟ أعمل تلك إيه؟ أعمل جيد مستفز يا ما يبدو إلي على عصب يبدو إلي على عصب إحنا مفروض نفربش الناس إحنا جايين إحنا نتخنق قدامهم في العيد لا بالعيد ما يقوليش أهلك عمرهم ما تخنقوا بالعيد ماما وبابا كان يتدبحوا بالعيد بالذات لما يروح يباني يبلشوا عند أهلي واللي عند أهلك يعيد هنحط كمان جرجير بصي رأيك أصلا من منظر البنجر وهو ملفوف كده صح؟ أنا بحبه بقولك ها قمان! إلى نتيجة النهائية لذا أنا بحياتي لاتعرفت شىقك صحاً هل هل تريدتك أنت كل عيد تفعله أو هاي طريقتك؟ لا لا دي هذه طريقتك أنا طريقتك إني طيب يعني، أوكي فلسفات الشيف يعني فلسفات الشيف فخبرني على النطولة المصرية matched يكون الأول العيد will make E ec ecic لا لا ب unaware لا 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 مش مقلي طبعا بنأكله كده ناي زي كده بس تبقى الفيزيخة كاملة وبيتحط عليها لمون وزيت كتير زيت عادي اللي هو الدرة مش زيت زاتون وبيناكل جنبه صلطة رنجة فيه ناس عاملها بالتحينة فيه ناس عاملها من جير طحينة انا ما بحبش التحينة كتير مع الرنجة بس ممكن تبقى على جنب كده اخد يعني نقطة وفيه ناس تعملها بقى بالخضر الكتير والحاجات دي وممكن نستاكل بكوش هاريه فيه ناس تأكل فسيخ مع فول طيب يأكلوا فول مع فسيخ و اي تاني اي تاني دلوقتي احط اي انا بس بركز في الحاجتين مع بعض هاروحوط الفيقل ماشي انا لأ صراحة احنا عنا بي بالعمان يعني منعمل زي وليمة يعني هلأ ما فيه شي فيه ناس طبعا منصف هدا اكيد اول يوم رمضان واخر يوم رمضان وفيه كمان منعمل جاج محشي مثلا ورق احنا بكوسا هلأ ماما في عنا احنا بالبيت زي تقليد خلينا نقول بمنحشي الخروف ورق عنب خروف خروف كامل بيفتحه من بطنه طبعا بعد ما يكونوا مبهر وهالقصص هاي وورق العنب او ورق الدوالي بتصفت فيهو الكوسا بدين بفوت على الفرن وبنتبخ مع بعض امر صحة وهنا على قلبكو على قلبك يا ربي حامل ايه فقا حط شوية برضو بردو ماشي كده مكا كل ده هبين من الجنب اه اوكي اللي هي الطبقات هاي بالزبط اوكي لا بقولك فطبعا يعني اول يوم العيد بالعادة كل مثلا اخواني ومرتات اخواني والاحفات كلياتهم كنا منكون عند ماما مجتمعين على وقت الغداء وطبعا اذا كان في ضيوف جاينا عيدوا علينا وبتغدوا معانا كل ما يكون في ناس كل ما بيكون احلى هذا الموضوع اكيد منقدم قهوة سادة ومنقدم اللي هي القهوة العربية ليه قهوة سادة احنا نقدم قهوة سادة في العزة لا احنا لا قهوة سادة هالتقليد عنا بالفرح وبالطرح كمان يعني يا لطيف الله يبعد للاطرح عنكم جميعا وبنفس وقت كعك العيد انتو بتقول له كحك احنا كعك بيجي بتمر وبيجي بفستق او بتقوله كمان معمول كعك ومعمول اه الكعك اللي هو بيكون فيه جواته التمر المعمول بيكون يا جوز يا اما عين القمل او فستق الحلبي بيكون موجود فيه والحلو انو عنا كمان بالبيت سوري انا كتير عم بحكي مرات بس داما بحاول افرجي الفرق اخرينا نحكي ايوا بزرق بين الثقافتين بالبيت كمان بعرف ان في كتير اماكن تعمل كعك جاهز للعيد صح بس احنا في عنا عادة منحب نشم ريحة الكعك بالبيت في البيت خبيز الكعك فماما لازم تعمل هي الكعك والمعمول عنا بالبيت طح هاي عادة من انا وصغيرة وممكن نجيب زيادة من برا بس ريحة الكعك اللي لازم تكون بالبيت احنا كمان برضو عندنا الفرام بتشتغل على طول يعني بيغبزوه في البيت وبعد كده يبعتوه على الفرن بتاع العيش يغبزوا عنده ويرجعهم لهم يرجع لهم تاني جاهز اه بالزبط احنا بنعمله في البيت كلها في فرن البيت ام احلى طيب طيب انا عملت ايه؟ انا هنكلم عن البومبو والسواريخ ومظاهر العيد والحاجات دي كلها بس هكمل ده الاول هنعمل ايد الوقتي هبتدي ان انا احط خلاص الفسيخ من فوق احط شوي تحمص هنا هوا اوكي بالنص اه اريك في الرصة انا بدي اشوف بمتني بحاسك انه عم بعمل قالب كيف طبقات طبقات اش اسمها اش اسمها برفي لا الطبقات شو يعني الطبقات الطبقات ميل في ميل في اوكي ميل في يعني مية طبقة مية طبقة مية ولا الف اوكي ميل في يقف ولا عمري فكرت أترجمها بروح بقوله أنا عاوزها ميل في باكلها بتانية باكلها قبل أن أفكر يعني هي معناها إيه يعني عمر شكلها بتجاهي بقد يعني كل شيء حامض بتلاقي فيه أو المزز بتلاقي فيه البصل موجود الفجل موجود السويتنس أو الحلاوة من البنجر موجودة وبتقرش مش فاهمة يعني كل حاجة ما أنا بقى أخذتلك كل حلاوة إيه الأكلة دي زي ساشيمي يعني بالزبط هي زي الحاجات الأسيوي ماشي ونحط إيه كمان نحط إيه كمان بصل بصل أغدر بطريقتين بطريقة دي بس بفرفته فرفته أنا فرفطت روحي ماشي بس وسختي هنضط عندين سامحوني شوية الشبت خفيف قوي مع أنه الشبت بعت تعم زاكي بس بغطي عطا عملي كثير بس هو قوي أيو أنا مش عايز أغطي أنا عايز بس إيه نقطة كده ماشي والله عندين هاقل عدى هتعمل إيه؟ هتعمل إيه بدران هتعمل إيه؟ هجيب بقى البصل الأغدر ده اوكي أعمل منه زي زي كشة بزبط اوكي كده هون ماشي اوكي هتنضف الصحن وهنضف الصحن وهنقدب جنبه دي هلأ أنا بروق لك ماشي هلأ هدول خلص كله؟ هلأ هدول خلص كله؟ هلأ هدول فصل ونرجع نوريهم المنظر بعد ما نضفنا؟ برضو فكرة يلا يعني مفيش مشاكل يلا اطلع طلعنا أنت فصل يلا بينا هروح أنضف الطبق ده وأرفع لكو الحلاوة دي نكشف السطار على نجم صفرة العيد الفسيخ ترتار بعد الفاصل فترك عندنا